اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفي اوروبا ريال مدريد بيتهزم بايرن ميونيك ريال مدريد بهزم بايرن ميونيك في الاليانز ارينا اول خسارة بايرن ميونيك فيما لعبه هذا الموسم ريال مدريد واجه بايرن اللي كان يعيش فترة ممتازة ورغم انه ريال ما بعيش فترة ممتازة بشكل عام ما بين دوري وما بين اوروبا ريال مدريد قدر يفوز عشان يأكد مرة ثانية انه هذا الفريق بايروبا ومزاج خاص غير قابل للتوقع وبعلمنا اكثر واكثر ما نتوقع لما الامور تتعلق فيه. بننتكلم كثير في تفاصيل هذا اللقاء لكن قبل ما ندخل فيها بتمنى منكم تشتركوا بقناة سيفي سبورت على اليوتيوب عشان دائما فيها مقاطع اكثر واسرع وبعد قليل ندخل في اللقاء. اللقاء بدأ بمعركة حوافز مختلفة. حوافز بايرم يونيخ انا بسميها ايجابية. ليش? لانها شي بديو يتحقق. وبالتالي خيم السرود ريجز بدي يثبت نفسه. بدهم يوضعوا هاينس عندهم حلم الثلاثية حلم العودة لأوروبا والقابها وبالتالي وحتى فرصة الثلاثية الثانية تاريخية لانه بصيرهم وبرشلونة فقط محقيقينها. وايضا حلم باكمال السداسية في حين بالمقابل دافع ريال مدريد نعم فيه دافع الثلاثية الاوروبية التاريخية. لكن في دوافع موقع سلبية كثير مثل اللي هي خسارة الموسمة لألقاب. وبنفس الوقت ايضا الفريق بيخسر لقبه الاوروبي. وبالتالي انا دائما بحكي لما يكون في حافز سلبي امام حافز ايجابي. الحافز الايجابي دائما اهم. وكان مبدأ قبل اللقاء واضح. اذا ريال مدريد طلع بهذا اللقاء وطلع بالمعركة مطلقة مع بايرامينيك بنتيجة ايجابية وتأهد. معناه هذا الريال فعليا هو اقوى فريق ريال مدريد ذهنيا. احنا عرفنا في كرة القدم بالعصر الحديث. لانه كنا عارفين دائما بنحكي لما يصير في توتر ويصير في قلق في ريال مدريد الفريق بينهار في الملعب. التشكيلات بدأت فعليا من بايرامينيك بدون مفاجآت اربعة واحد اربعة واحد. رغم انه البعض كان يطالب بيحكي لك انا بدي اشوف توليسو او الكانتارا في اللقاء لانه كانوا حاسين وجود رومين ووجود خامس مع بعض ووجود ريبري حيعمل ضغط كبير عخابي مارتنيز وممكن يعمل مشكلة لهذا الفريق. في حين زيدان فكر باربعة ثلاث ثلاث فاسكس اسكو وبالتالي كان عم بيحاول زيدان يعمل اكثر من شغلي في هذا التشكيل. اول شي هو بديه طبعا الاداء سائد اداء الدفاعي لانه لما الفريق كانت تقطع منه الكوري تحول لشي بيشبه شكل بايرامينيك اربعة واحد اربعة واحد وبالتالي كان يأمن انه في اللاعبين عارفين ادوارهم خلاص فاسكس بمسك رافينيا كارفاخال بركز عربري وبالتالي كانت هذا الشكل اللي عم بياخده. وايضا شي مهم جدا انه الخطة هذي كان بامكانها تتلون من اكثر من شكل من اربعة اربعة اتنين تقدر تتحول بوجود فاسكس المارين جدا تكتيكيا وبالتالي كانت تتحول الاربعة ثلاث ثلاث بيقدر يحولها الاربعة ثلاث واحد اتنين واربعة اربعة اتنين. هذا كله كان عم بفيد ريال مدريد نظريا لازلين الدين زيدان قبل ما يبدأ اللقاء. يمكن القول كان المواضح جدا الفريقين بحاول يتدوروا على الهدف الاول. احنا متكلم عن اول ثلاث دقائق كان فيها ثلاث فرص. هذا شي كان واضح انه هم عارفين اهمية الاهدف الاول. شفنا انه حتى هدف بايرلينيخ جاء يعني على غفلة. من فترة كان فيها ريال مدريد بيظهر احسن. فلما جاء هدف بايرل شفنا الريال كانت عم بينهار ولولا ريبري ولولا ربما كانت الامور ستروح هدفين او ثلاثة وبالتالي كانت الامور ستنتهي بالشوط الاول وحتى قبل هدف مارسلو. اهمية الان هدف الاول كانت مهمة للطرفين. شفنا حتى بعد هدف ريال مدريد هنا في الاول الفريق دخل الشوط الثاني مرتاح اكثر. زيدان اتجرأ بتبديل مهم جدا بشرح لنا قصة مهمة لما ما بيزي ما بيلعب. ولما بيل ما بيلعب ببداية. وايضا لما يتم دفع اسكو مباشرة برا وينزل اسينسيو معناها زيدان. فاضح جدا انه بيحكي للجميع اي حدا بيقصر في هاي الملعب برا لانه هلا مش وقت اللي كنا نسميها احنا في السوشال ميديا مجاملات. رغم انه بايرن تقدم لكن فعليا اصابة روبين كانت مؤثرة جدا. اصابة روبين قتلت فكرة الجهل يومنا كجناح كجناح سريع كقوة شخصية كمبادرة فردية. هو الوحيد اللي بتقدر تحكي عنه بياخد كرة وبيروح على المرمى. ممكن ريبني بياخد كرة بروح على الطرف. لا روبين بروح على المرمى. وبالتالي فقد بايرن كثير اشياء باصابة روبين وايضا فقط تبديل زي ما بنعرف. لانه بعدها ايجت اصابة بواتينج وخروج روبين وبواتينج باول الدقائق اكيد بتخلي لعبين بايرن في الملعب خايفين انه يصاب واحد ثالث وخايفين ايضا يتلقوا هدف تاني وبالتالي بسكونوا مرتبكين لانه فعلا الخيارات صارت خارج ايد المدرب في المعركة. كان في كثير تخوف عن جماهير ريال مدريد من انه بايرن يستغل نقطة ضعف اللي ممكن كشفها مانزوكتش ويوفنتوس اللي هي يلعب كرات عرضية. باول مرة بايرن قدر او حاول يلعب كرات عرضية حقيقية على منطقة جزاء عزاوية البعيدة على الحارس كانت بدأت بدقيقة ثلاثين من جهة ريبري. غياب روبين طبعا خروجه منع انها تكون بالجهة الثانية مارسيلو قدم شوط عظيم بهاي الناحية. السيطر تماما على هذه الكرات وبالتالي منع خطرتها من جهة ريبري ولانه ما كان فيه بالجهة المقابلة اللي هي نقطة ضعف الحقيقية جهة كارفخال بايرن فعليا اضاع نقطة ضعف كانت بايده. ولما نتكلم عن كارفخال ايضا في الدقائق الاولى كان عنا كارفخال مرتبك عم بيرتكب هفوات سادجة بايرن ما حط الضغط عليه رحنا شفنا عم بيوقل الضغط على الجهة الثانية. هاي لوقات ضعف بسيطة بايرن لو لعب عليها ممكن طلع بالنتيجة كثير احسن من اللي طلع فيها اليوم. بالحقيقة في شيء اظهر انو الاثنين عارفين بعض دارسين بعض جايين جاهزين. لو ركزنا باللي كان يصير مع خيمس رودريغز بايرن ما كان ريان مدريد ما كان عنده مشكلة يخلي خيمس يسلم كرة لوحده لكن اول ما يسلم كان لازم خيمس ينضغط عليه. وبالتالي خيمس يضطر يرجع الكرة للخلف. خيمس ما يحاول ياخد الكرة للامام وما يحاول يتصرف بالكرة براحته. المرة الوحيدة اللي غضط فيها ريان مدريد بالشوط الاول بهذا التنفيذ كانت صناعة الهدف لكيمس والتزديد اللي هي اكيد كانت متقنة لكن اكيد الناس بتلوب فيها النافس لانو كان يعتقد انو ممكن لو ضل في مرمى او سكر الزاوية احسن كان مش هنيجي هدف. لكن كيمس يعمل هذا الهدف اكتر بالمرة وعمل هاي التزديد اكتر بالمرة فما كانت مفاجئة للي بيعرفه بايرمينيخ وبيعرفه كيمس. في حين بايرمينيخ كان واضح انو فاهم انو نقطة قوة ريال مدريد الحقيقية واللي بتخلي خصوم ويرهقوا معا خلال الوقت ويفقدوا تركيزهم فجأة وبالتالي يتم عقابهم ويتلقوا اهداف هي قدرة ريال مدريد السريع على التنقل من اليمين لليسار من اليسار اليمين مرورا بلاعب واحد من خط الوسط. هذه النقلات السريعة كانت دائما تنهق الخصوم وتخلي دفاعهم يتحرك بشكل السرع من ما هم معتادين عليه وبالتالي يخطأوا بالتنسيق فيما بينهم. اليوم بايرمين قدر بوقت كثير من اللقاء يمنح هذه النقلات وبالتالي اخفف كثير من حدة ريال مدريد وخطورته. وشفنا ايضا باللحظة الوحيدة الشوط الأول اللي يسبح فيها بنقي الكرة لكارفر خالعت جهة اليمنى وترجع على الجهة اليسارة بسريع كان الهفو اللي صارت والدربة اللي صارت وتزديل مارسيلو اللي سجلت هدف التعادل وعكسة كثير من امور اللقاء. لو بنا ندخل بتفاصيل هذا اللقاء اكثر رح نلاحظ ان بايرمينغ فعليا خلقت كمية فرص ممتازة مش قليلة ابدا خصوصا من جهة فرانك ريبر اللي حنتكلم عنها لاحقا. لكنه فقد اهم اسلحته اللي هي الفاعلية بايرن في الدور الالماني او بايرن في اوروبا او حتى مع سان جيرمان وحتى بكل مباراة متاهل فيها. بالفترة الكويسة فيها لما يخلق فرص بيسجل اليوم ما سجل. وبالتالي فقد اهم اسلحته لما فريق يبقى اهم اسلحته طبيعي جدا يخسر اللقاء في بلعبه. ولازم ما ننسى هون ردة فعل نفاز نفاز اللي تكلمنا عنه حكينا انه ممكن يكون سبب بالهدف الاول نفاز قام بردة فعل عظيمة بالشوط الثاني موقف ثابت وتقريبا ولا خطأ استعامل مع الكرات توقع جيد ردة فعل بتخليك تحكي مرة تانية اللي حكيناك قبل فترة انه اذا ما بدك تجيب بدل نفاز حارس مية في المية احسن حارس في العالم ما توجع راسك وتدفع فلوس على الفاضي. ما عجبني كثير مسألت اول ساعة في اللقاء ليفاندوفيسكي كثير عم يبعد عن الصندوق وبالتالي عم يسمح لقالبين الدفاع يلعبوا كثير كويس على الاجرح لما يكون بدهم او يحتاجوا كثير كان يبعد كثير كان مستعجل ما كان في صبر ما بعرفي اوامر تكتيكية او هو لاعب بده يلعب ويلمسكوره اكتر لانه كان معزول في منطقة الجزاء وبالتالي حاول يشارك باي شكل من الاشكال لكن مش مقتنع انه كان لازم يعمل ليفاندوفيسكي مقتنع اكتر انه كان لازم يحجز قلبين الدفاع معاه بما انه ريبري كان عم يشتغل جبهة ممتازة جدا صح اخر شي غير هذا الاسدوب لكن اضع وقت كثير فيه ايضا صح ريبري لعب مباراة عظيمة صراحة تفوق على نفسه بدنيا تفوق على العمر وتفوق على الاصابات وتفوق على كل شيء لكن بنفس الوقت التركيز على جهة واحدة خلال الريال قادر للتوقع خلال الريال قادر يتبركز وبالتالي شفنا الفرص كانت تطلع بلاحظة 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 لان الريال فعليا قام يتوقع كل شيء اصبحت كل المباراة على جبهة واحدة وما بعرف فريق هزم فريقي كبير بس بجبهة واحدة طوال اللقاء بوضاغط والاخر بدافع بزيدان بشط الثاني بعد التقدم كالعادي يعني هو بيعرف يدير الامور عنده فريق بيقدر يمسك كرة وينتا بده شفنا عم بيستحوض على كرة خمس عشر دقائق بعدين بيسلم الكرة مرة ثاني للا مدريد لبايرون لينك وهذا الشي مش جديد عليه صرنا متعودين حتى كنا نسميها قبل فترة مدورة الاستحواذ انو الريال بيعرف متى يمسك الكرة ومتى يفلتها لما تكون النتيجة لصابحه بشكل ياخد نفس لاعبيه المدافعي وبعدين بيسمح للقسم يتقدم عشان حاول يضرب المرتدات ممكن حتى تبديل نفاء بنزيمة اللي كان جاهز بعد اول ما اصابة كارفخال ما بعرف لو انا كنت ما كان زيدان مش هتجرأ لكن يبدو انه زيدان راهن انو خيمس نزلي كثير بدنيا عدم وجود تبديلات كان واضح ان تأثيره ايضا اتجرأ اكثر انو ريبري ما توقعش انو كان متوقع انو ريبري حياخد هادي الطاقة واللياقة طوال اللقاء وبالتالي راهن على بنزيمة اول لو ما كانوا ممكن انا كنت اجبني شوية ولعبت كوبازيتش ثم بدلت في بنزيمة لكن اخد قرار طبع الصح القرار لانو ظلع فايز وبالتالي لا نقاش في انو كان رجل صح بايرن كان عارف انو كل ما يمشي الوقت كل ما هيكون ضده بعد الاصابات اللي صارت طبعا الاصابات ضده طبعا ضياع الفرص ضده وهي اثرت على مجرات اللقاء الخطأ اللي صاره اعطى ريامان اليده هدف الثاني ونقله بايرن في الفترة اللي كان عم بيحاول يضغطيها ويسجل لانو كان عارف انو لازم يسجل بسرعة لانو لو مر الوقت ريال مدريد حيصير قادر يلقى مساحات لعبته حيصيره ابطأ ولانو مش عم بيقدر يبدل المدرب مش عم بيقدر يدخل وبالتالي كان يحاول وهي دي كان لحظة جاء خطأ خرب كل السيناريو اللي كان حاطه المدرب وهذه هي مشكلة دور الابطال انو الظروف ممكن تيجي ضدك فجأة وتفاجأك زي ما صار اليوم ويجي لاعب فوق كل هالظروف يخطأ ويستنح هدف لخصمك ويدمر الدنيا وبالتالي ما منقدر نلوم بكثير هاينغس منقدر نلوم كثير بايرن حاول بس مباراة هي الريال قدم فيها اداء دفاعي متوازن ممتاز جدا صمد وقف على رجليه بشكل كويس منع الخصم يحاول نركز على نقاط ضعف وشفنا حتى بايرن ما ركز كثير على العرضيات زي ما حكيت من الجهة اللي كانت لازم تكون على الجهة التانية كان مشغل جبهة واحدة وبالتالي هذا تقصير بايرن ربما لكن بشكل عام كان في محاولات من الطرفين بس ريال كان اكثر حدة واكثر حسم كالعادة في اوروبا التبديل الوحيد لهاينغس اللي استعمله كان هو توليسه لانه كان عارف انه بده يهجم اكثر فبده يندفع بكثاب عددي اكبر فبده لاعب يكون بكامل لايقته بيعرف يفتك كرة بيعرف يرتد ولكن هذا الشي ما فاده كثير لانه فعلا خلينا نحكي بايرن نفتقر اليوم خلينا نحكي لمسة خيمس المبدعة لانه خيمس شوي شوي طلع من اللقاء ولمسة المبدعة اللي بتخلي اللاعبين يواجهوا المرمى واحد لواحد ما كانت موجودة هذه اثرت الريال ايضا كان ممتاز بعد اكمن خطأ في الكرات الركنية في شوط الاول انه يدافع بشكل ممتاز في شوط الثاني على الكرات الركنية وبالتالي يروح بشكل سليم لنهاية اللقاء ما باقدر احكي انها حسمة الامور باقدر احكي مش تعلمنا السنة الماضية انه اثنين واحد على بايرن مع حسمة الامور ودخل اللقاء الازمة والشهير في السنة الماضية وبالتالي كل مطلوب ريال مدريد يعيد هذا اللقاء برنابيه كثير خذر ريال مدريه هذا الموسم بالدوري وبدور الابطال حتى امام يوفنتوس مطالب برنابيه هالمرة لو انه حابب ريال مدريد يلعب ثالث نهاية على التوالي بقصة تاريخية جديدة لمدرب واحد عم بلعب ثلاث نهايات وراء بعض وبالتالي هذا الشيء مهم جدا يحاول يعمل واعتقد ممكن ما عمله بالعصر الحديث الا ما ارسله لبي مع يوفنتوس ما بين ستة وتسعين تمانية وتسعين وكان زيدان موجود في قسطين من الثلاثة الرسالة مهم جدا اليوم ارسلها زيدان انه الفريق قبل كل شيء لم يعد هناك محرمات ابدا كاسيميرو بيطلع بنزي ما بيطلع ما بيدخل حتى بنزي الاحتياط قرث بيل ما بيلعب الرسالة مهمة بفترة مهمة جدا بتورك انه زيدان ماسك الامور مسيطر تماما وهذا الشيء كويس جدا لمشروع ريال مدريد للمستقبل عشان ما يحتاج تغييرات كثيرة لانه في مدرب عارف شو بده بنوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عوال موجود في فيسبوك تويتر انستغرام ودروري جدا تشتركوا على قناة سيفي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله